هلو الله شباب وحياكم الله في فيديو جديد لعمة موادر المارشب الفيديو مخصص عن غواصة نووية الفرنسية الجديدة موجودة بعجلة الحظ المدفوع يا شباب هل الغواصة هذه قوية ضعيفة تستحق واحد يسحب عليها بفلوس طبعا نعرف انه هيجيك قطع او مفاتيح تفتح العجلة مجانة تقريبا 10-15 الى 20 مرة هال الحدود تفتح العجلة مجانة بعدها تقوم تفتح مدفوعة فالحظة كل الشي قوي اللي قدر يحصلها مجانا يعني لازم مدفوعة مرات حتى مدفوعة تصبح فلوس كثيرة فهل تستحق هذه الغواصة احنا قلنا سابقا بالحدث السابق كانت الحاملة الطائرات مميزة جدا باعتبار حاملة وكأنما طراد بنفس الوقت لكن هذه الغواصة هل هذه مفيدة ضعفه بالقرود بطوربيد بوسايدون اكيد من اجل هذه الغواصة كما كنت متوقع فنشوف هذه الغواصة ومكانياتها لا تنسون الى كل مشارك وخلنا تعرف عليها الغواصة الفرنسية شباب هوش نجي الى اسم الغواصة اسم الغواصة اف اس السينال ثريجي يا شباب اربعمية وثلاثة الف المتانة منتها سورة عشرين بوينت خمسة عقدة المناور ثمانية بوينت اثنيا الرادار عشر بوينت اربع سونار واحد بوينت ستة اكسجين ها قليل مفوض اكسجين يكون اعلى يعني 169 اكسجين مفوض يكون اعلى لأن مدفوعة وحبيب والله الوضع يعني مفوض يكون نقلش في المتين وخمسين على اموم بيا صواريخ يا شباب تيان خمس سبعين ام واحد وخمسين صاروخ النومي الفرنسي ميزة اطلاق من تحت الماء موجودة مثل بولافا يا شباب مية وستين المتانة مال صاروخ الواحد خمسة وثلاثين الف ومية الضرر مال تسرعة اربع مية وستة وستين والريلود ثمنتعش ثانية توقعي له ريلود جدا عالي بالنسبة لهذا الصاروخ المدى داعش بوينت اثنين كيلومتر الاطلاقات اثنيا هو اكستر حيصير عندنا اربع صواريخ كاملا مفروض بما انه ارجع اقول مدفوعة الريلود لا يزيد عن اثنائش ثانية وكذلك السرعة تكون خمسمية عندنا تفعلك فلوس يعني فلوس بها صاروخ متغير حطيت ايضا صاروخ نوان الف اثناش خليتها نووي الوضع وبها صواريخ اكزوت اس ام تسعة وثلاثين ايضا بها ميسة اطلاق من تحت الماء هذه الصواريخ متانة الصاروخ ستين الضرر ماتة مية وستة مية وستة خمسة ايفشن هاي خمسة عشر وستمية عفوا السرعة اربعمية وسبع وعشرين والريلود تسعة بوينت اربعة ثانية مدى عشرة بوينت اربعة يطلق اربعة اطلاقات يعني اربعة اطلاقات من تحت الماء ايضا بدمج شو حلو راح يكون يا شباب وبها طوربيد اف واحد وعشرين ارتمس اي خاص بهذه الغواصة يطلق اطلاق اطلاق تين اكس تو انا اطلاق تين بي الضرر ماتة تسعة وثلاثين الف السرعة ماتة مية وثلاثين طوربيد هنا هايكون سريع جدا الريلود داعش بوينت اثنين ثانية مدى اثناش بوينت ثلاثة وقت سرعة الثفتينين بوينت خمسة ثانية راح يكون طوربي جدا مزعج بس هذا ظهر اصدار خاص بهذه الغواصة فهاي مواصف هاد الغواصة بشكل عام الآن خلنشوفه بلاولاين اوكي شباب اولو وال 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 هنشوف سرعتها السرعة حلوة بس رح تبيني اكثر داخل الماء سرعة مناورة حلو حلوين 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 أهلا بالطيارات ناعا سوريخ ما تذهب الشعرات هذا حال صاريخ في اخر حلو 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 منورة حلوة ان اكسجينها قليلا ما ريد انها جازة فخلص اكسجينها اريد اوصل الهدف لا اول بلقرود وضيت تعبونه فجروا خلاصنا من بلقرود بس مريد حالو بالحاملة الجاي قاتل جيد ناخي نطلع بالحاملة ادخل تحت الماليث تنبس احدها في اثناش حالوين اطلق حان وقت اطلق من هوي اضعك ماذا هذا راحا المترجم للقناة المترجم للقناة اشتركوا في القناة 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 كل شيء فوق سطح الماء كل شيء تحت سطح الماء راح يكون عليها صعب خصوصا البيلغرود يعني انزامي البيلغرود اذا واجهته ممكن عاني جدا فمفضل يحطون طربيدات اكثر يا شباب يعني هاي الطربيد مثل تكون بدا لتتين اربعة حتى مسلب الدمج هذي قل الدمج مع الارتمس لتتتين الف وحطون اربعة بدالها على العموم كمواجهة مع السفن وحاملات الطهارات كمواجهة مع السفن السطح بوجود النوع هذا المرعب مع الاكزوت ميكس حلو جدا وراع جدا ومزع جدا مع الغواصات فعدنا بها كلام كثير على هذا الامر لا ترسل لكم مشاركة ورأيكم يا شباب مهم بالتعليقات وفي امان الله